الشيء المهم جدا واعتقد يعني مبارح الحقيقة كنا كلنا بنشرف ووجودنا في تفتيش الحرب للفرقة السادسة المدرعة للجيش التاني المصري يعني بوجود طبعا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات القوات المسلحة وقيادات الدولة واعتقد الحديث يعني القاه فخامة الرئيس بهذه المناسبة منتهى الوضوح ولينا كلنا كمصريين ان الحمد لله رب مصر يعني وربنا يدمها علينا نعمة الدولة المصرية هي الدولة الوحيدة دلوقتي في خضم هذا الوقت والمأذق الاقليمي اللي بتتمتع بالاستقرار والامان والرؤية المتوزنة والمعتدلة والسياسة الرشيدة في التعامل مع معطيات الازمة الاقليمية والازمة العالمية هي اللي جنبت مصر ان يتم استدراجنا في اي شيء وده اللي احنا حرصين كل الحرص على استمرار هذا التوجه كدولة ومرة اخرى هنا بنوه على الحمد لله الاتمئنان على قدرات قواتنا المسلحة وعلى جيش مصر الوطني بكل ما تعنيه الكلمة هذا الجيش هو ينتمي للدولة المصرية والشعب المصري فقط لغير وليس له اي حسابات اخرى ولا انتماءات اخرى وبالتالي اعتقد كانت مبارحة رسالة قوية وواضحة بتطمن المصريين وبتدي رسالة للداخل والخارج ان مصر لها جيش يحميها وقادر انه يحافظ ويثون مقدراتها في ظل كل هذه الازمات وده الشيء اللي يطمن كل واحد ومواطن مصري ان فعلا قواتنا المسلحة ان شاء الله تكون قادرة اذا لا قدر الله حصلت اي حاجة انها تحمي مقدرات هذا الشعب مع كل ده احنا حرصين كل الحرص على النمو الاقتصادي وعلى جذب الاستثمار وعلى تحسين مناخ الاستثمار للدولة المصرية وعايز اقول لحضراتكم يعني معالي السادة الوزراء سواء الوزير المالية او الاستثمار وحتى تقارير المؤسسات الدولية كلها بتقول ان مصر الرؤية المستقبلية لمصر هي رؤية ايجابية وان يعني بيقولوا ان مصر اثبتت قدرتها على السمود والاستمرار في ظروف شديدة الصعوبة وشديدة الاستثنائية والزخم العام للقطاع الخاص او القطاع الاستثماري الخارجي ان رغبة في الاستثمار في مصر ومزيد من الاستثمار في مصر في خلال الفترة الجاية ويمكن عشان كده هدف وجود زملائي النهاردة وزير المالية ووزير الاستثمار معانا ان احنا نعلن عن الحزمة اللي وعدنا حضراتكم فيها بصورة نهائية في موضوع ملف الاستحاط الهيكلية سواء الاستحاط الضريبية او تحسين مناخ الاستثمار ولكن اعتقد ان احنا كلنا ساعدنا في هذا الاسبوع ايضا بتتشين مشروع رأس الحكمة اللي بيتم بالشراكة ما بين الحكومة المصرية ودولة الامارات الشقيقة واعتقد يعني حضراتكم شفتوه من تبعتوه من حرص يعني اشقائنا في الامارات وطبعا تواجد شرفنا بتواجد سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الامارات طبعا في ضيافة فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي عشان يطلقوا سويا المشروع التنموي الضخم لهذه المنطقة من الدولة المصرية كلنا ساعدنا بيه لان حجم استثمارات ضخم جدا بيؤمن استثمارات مستدامة هتبقى موجودة على مدار فترة التنمية بيخلق حجم هائل من فرص العمل مئات الالاف من فرص العمل للشباب المصري بيوفر حيبقى مكان ان شاء الله مع اجتمال تنميته لأكتر من 2 مليون نسمة فبنتكلم فعلا على اضافة كبيرة جدا للاقتصاد المصري واللي احنا حرصين زي ما قلت ان احنا ان شاء الله حيبقى فيه مشروعات مثيلة في خلال الفترة القادمة والدولة المصرية بتشتغل على هذا الموضوع ولكن هي رسالة واضحة بانثقة في الاقتصاد المصري وقدرات الدولة المصرية على تأمين الاستثمار الخارجي المباشر واللي ده اللي احنا شغالين فيه كلنا لان في الاخر ده اللي بيفيد المواطن المصري واقتصاد من عملة صعبة بتدخل وبالتالي ده كله بيساعد فيه استقرار الدولة المصرية الشيء الاخر اعتقد اللي حضراتكم تابعتوه هو ان احنا طبعا كان هذا الاسبوع بيمر على الذكرى الواحد وخمسين لنصر اكتوبر وحضراتكم يمكن كلنا يمكن حضراتكم اغلبكم يعني ما كانش موجود في الوقت هزي النصر ولكن كلنا نشعر بمدى الفخر والاعتزاز به والدولة المصرية اعتقد ما تم مقامك بيه في خلال العشر سنين الماضية في تنمية سينة شيء يعني هو ده اللي احنا بنتكلم فيه لتحقيق الامن القومي والدولة المصرية حريصة على الاستمرار بالاسراع بخطة تنمية سينة وتأمين كل مقدراتنا في هذه البقعة العزيزة جدا على مصر واعتقد يعني ان كلنا كنا سعداء اول امبارح يعني لأول مرة بعد اكتر من خمسين سنة ان تعود حركة القطارات وليسينا وشوفنا الحقيقة تدشين الخط مرة اخرى خط القطارات اللي بيعدي من غرب القناة الى شرق القناة واللي هو يمثل الجزء الاول من الخط اللوجيستي اللي ان شاء الله هذا الخط حينتد الى العريش ثم الى طابة عشان يبقى بنربط كل المناطق التنموية في سينة بشبكة النقل السككي لان ده شيء مهم جدا سواء للبضايع او الركاب ولكن رسالة الدولة المصرية مستمرة وشغلنا الشاغل ان شاء الله الفترة الجاية سواء الفترة الماضية والفترة الجاية هو تنمية سينة باسرع معدلات ممكنة لان ده جزء من الامن القومي المصري باذن الله